يلا يا دكتورة بيقول هنا في الشكل المجاور الأمامي في عندي ثلاث مربعات الثلاث مربعات هذول اللي هم الكبير كله واللي هو هذا وهذا الثالث بيقول عندي زاوية ستين وعند زاوية سبعين ما قياس الزاوية اللي اسمها VWX اللي هي الزاوية هذة اللي فعلها نقطة حمرها في عندنا حاجة في الرياضيات بتسمى حاجة اسمها تبادل داخلي او الملاجي مستقيمين متوازيين ابحث عن حرف الزد ابحث عن حرف ايه الزد حرف الزد ده ان الزاوية دي والزاوية دي جد بعض بالتبادل الداخلي بس لازم يكون عندي توازن طيب هعمل ازاي بقى الحين هعمل بعض الاعمال او بعض الخطوط في الرسمة اجي على الزاوية ستين هذي واجيب هنا خط اللي هو ده شوفي هنا اساوي هنا خط وهنا الخط وعشان اكمل حرف الزد ارفع فوق تده خط يبب الزاوية اللي بقشر عليها هذي هذي تطلع كامي يا البتول هذي تطلع كامي ترافين لا تطلع ستين اوك تطلع ستين لانها جد الستين اللي في جهة اليسار ستين ستين المربع زاوية تسعين لو هذي ستين يبب هذي ثلاثين عشان زاوية المربع كله قوائم بنفس الطريقة اجي هنا عند الزاوية الدابليو هذي ونزل منها عمود ونزل منها موازي فاللي بالك الموازي ده هيديك زاوية تلاتين يبب الزاوية اللي فيها جزء من النقطة الحمرة تلاتين واجي مرة ثلاثة على الزاوية اللي فيها اكس ونزل كمان ايه خط كده موازي يقولي معايا كده اذا كانت الزاوية دي سبعين فهذي سبعين تبادل داخلي زاوية المربع كلها تسعينات يبب هنا سبعين يبب الزاوية هذه عشرين ولو هذه عشرين يبب هذه عشرين تبادل داخلي الزاوية المطلوبة تلاتين وعشرين ايه يساوي كام ايه يساوي خمسين شوفي بقى الفيديو يا البتول ولو في اي مشكلة في الحل بعلميني تمام ان شاء الله هتشوف الفيديو مرة وثنين وثلاثة عشان تفهميها بزيادة وتركزي على موضوع حرف الزل شكرا